مع تزايد اعداد الاصابات بفيروس كورونا في معظم دول العالم ووصولها إلى أرقام قياسية في بعضها زادت شدة الإجراءات المتبعة للحد من تفشي الفيروس خاصة في بعض الدول العربية والتي اتخذت قرارات خاصة بهذا الشأن خلال شهر رمضان المبارك فالأردن مثلا ماضي في موضوع الحظر الليلي للتجوال من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا من اليوم الآتي وهي خطوة أثارت كثيرا من الجدل خاصة وأنها تسببت بزحامات في بعض الأحيان قبيل موعد بدء الحظر أيضا كما في الأردن اتخذ المغرب خطوات من شأنها الحد من انتشار الفيروس عبر حظر التجوال الليلي الذي يبدأ الساعة الثامنة وينتهي الساعة السادسة في اليوم التالي وهو من تقده كثيرون قائلين بأن لا طائلة من هذا النوع من الحظر إذن الناس ستعود وتلتقي في صباح اليوم التالي لذلك بالطبع لجأ رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني إلى الرد على هذه النقطة تحديدا في كلمة انتشرت يوم أمس وتصدرت السوشال ميديا في المغرب دعونا نستمع رد رئيس الوزراء المغربي بعض المواطنات والمواطنين تسألوا يقول لك ما هذا الفيروس يدور غير بالليل والجواب واضح الحركية الفيروس والوباء مرتبطة بالحركة الناس لكي لا يتحركوا الناس ينتشر الفيروس فلذلك خصنا نقصو الحركة لديل الناس تجربة الدولية الآن الدولية الآن دعونا نقصو الأسماء ذلك الدول ذهبت إلى هذا الحظر الليلي لماذا؟ لأن الحركة دي الاقتصاد وديل الاجتماع وديل التعليم وديل الناس أكثر يديلها بالنهار ممكنش نقفو النهار إلا نقفو النهار غادي نهار الاقتصاد إذا نخصنا نقفو الليل إلا ما قفونا النهار نقفو الليل معنا من رباط رئيس العصبة المغربية لمحاربة السل والأمراض التنفسية الدكتور جمال البوزيدي أهلا بك دكتور جمال معنا على سكاينيوز عربية أهلا بك الإجراءات التي قامت بها المغرب ومجموعة من الدول العربية أثارت كثير من ردود الفعل على السوشال ميديا منصات التواصل الاجتماعي وذلك ليس فقط يتداخل مع الحالة الاجتماعية لكن أيضا سياسية للدول كيف تعلق على حديث رئيس الوزراء المغربي إلى أي مدى تعتقد من يقول هذه الإجراءات الليلية غير ذي فائدة أو حديث رئيس الوزراء المغربي أنها ذات جدوى أيهما تفضل في الحديثين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام ولا أشوفهم خلقاتي المصليين بدي أدي رمضان مبارك سعيد لكم ولجمهوري قناة سكاي نيوز عربية سعيد بلقيكم الموضوع مهم جدا وحقيقة أتار جدل كبيرا في الساحة المغربية وقال أن أعمال أعمال العقلاء مصانة عن العباد لأن الإنسان عندما يكون في موقع المسؤولية ويتخذ القرار هذا القرار يجب أن يأخذ بعين الأطبار عدة جوانب حاليا المغرب بقيادة جلالة الملك نصر الله حاول منذ هذه الجائحة أن يكون عند أن يأتخذ عدة إجراءات استباقية وهي التي جعلتنا لحد الآن بالمقارنة مع دول أخرى ناجحون جدا في هذا المجال في هذا المجال دي المعالجة جائحة كوفيد-19 تعليقه على مسألة الإغلاقات دكتور نعم أنا أصل إلى ذلك المغرب يستفيد نحن متأخرون على أوروبا بشهر والمغرب يستفيد من جربة هنا أعطي الأمثلة بدول فرنسا التي كانت تتخذ إجراءات نصف نصف حاليا تعيش وضعية كاريتية بريطانيا المملكة المتحدة التي اتخذت إجراءات صارمة من الأول كانت حاليا النتائج مهمة لأننا حاليا في مواجهة السلالة الجديدة السلالات الجديدة كلها وخاصة السلالة البريطانية والتي هي أكثر انتشارا بأكثر من 70% وأكثر شرصة وأكثر فتكا وخاصة أنها تصيب حتى الفئة الشباعة طيب دكتور جمال لاغتنام الوقت هذا كله يعني نقوله طول اليوم بالتأكيد دعني وركز على مسألة الحظر الليلي هل أنت مع الحظر الليلي هل هو مجدي من الناحية الصحية من الناحية الصحية مجدي جدا وله فعاليته وله تأثيره ولكن هناك تأثير سلبي من نحية الجماعية يجب على الدولة أن تقوم بمساعدة كما قاموا في الأول بمساعدة الفئة الهشة وخاصة الناس الذين يعيشون في الاقتصاد الاقتصاد الغير مهيكل لانفورميل ايكونومي وبالتالي هذا شيء ضروري لأنه كل ما حدنا من الحركة الحركة الجماعية كل ما كان هناك الحصار للعدوى والمرض وهذا العدوى لأنه هو صعب هذا العدوى يجب أن تتحكم فيها في البداية أما إذا اندلعت فهي كالنار عندما تندلع في الهشيم وبالتالي هذه إجراءات كلها إجراءات مهمة ولكنها كانت لها وقع خاصة في شهر رمضان لأن الناس يريدون أن يقبلوا عن المساجد من أجل تجديد الصلة بربهم والأمور الروحية والصلاة التراوح هذا من ناحية الاجتماعية دكتور جمال يعني البعض يقول نحن نغلق بالليل وبالصباح الناس سيلتقون أليس هذا صحيحا هذا صحيح لأنه واحد القضية لا يمكننا أن نغلق باليوم يمكن أن نحد من الحركة للمواطنين وهذا ما تقوم به الدولة المغربية ولكن بالليل لأن الاقتصاد لا يكون إذا أغلقنا بالنهار فالاقتصاد سينهار والمغرب إذا اقتصاده ليس باقتصاد قوي جدا مثل الدول الكبرى ومع ذلك الدول الكبرى لا تستطيع أن تأخذ هذه الأجراءات تانيا أن كلما تم الحد من الحركة كلما نتمكن من ضبط هذا المرض نحن نعيش حاليا ضرب خاص كما قلنا بظهور هذه السلالة الجديدة التي هي أكثر انتشارا وأكثر شرصا ويجب أن نضبط الأمور في المراحل الأولى أما إذا لم تضبط في المراحل الأولى وتقدمنا وكان هناك اندلاع للموجة الثالثة فستكون صعبة جدا ونستطيع أن نواكبها بنظام الصحي الذي يمكن أن ينعار جراء ذلك شكرا لك نعم سيد رئيس العصبة المغربية لمحاربة السلوى لأمراض التنفسية دكتور جمال بوزيدي شكرا جزيلا لك